أكد رئيس هيئة رعاية الصحية أحمد السبكي أن التأمين الصحي الشامل أولوية استراتيجية للدولة وتمضي قدما للحوة تحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة بجودة وكرامة دون تمييز وخلال التفاقد التشغيل التجريبية للتأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء أكد السبكي حرص الهيئة على الزيارات والمتابعة الميدانية المستمرة للاتمنان على سير العمل والتأكد من توفير أفضل خدمة ورعاية صحية لمنتفع التأمين الصحي الشامل على أرض الواقع